السلام عليكم اهلا بيكم في مطبخ موني النهاردة هقدم ليكم وصفة كوكز سهل وسريع التحضير طعمه بجد حلو جدا مقرمش جدا ومن غير فرن كمان في سواني كده بيكون جاهز معنا هنعمل كوكز المايكرويف خالي من الجلوتين من غير دقيق ولا شوفان وكمان من غير مواد دهنية وكمان من غير منتجات ألبان صحي ومناسب للضيت العادي وللكيت وضيت واللوكارب وكمان ما برفعش مستوى السكر في الدم يعني مناسب لمرض السكري ومقاومة الأنسلين شايفين الجمال ده؟ يلا بينا نشوف طريقة العمل المكونات معانا بسيطة جدا ثلاث مكونات أساسية هنحتاج في الوصفة نصف كوب الأكواب العيارية من مبشور جوز الهند الخشن وكمان معايا ربع كوب الأكواب العيارية من الطحين الخام أو بما يعادل ثلاث معالق كبار وكمان معايا بيضة واحدة صغيرة بيكينج بودر وفانيليا سيلة وللتحلية كيس واحد من سكر استفيا هنبدأ دلوقتي بالطريقة على طول هنجيب طبق ونحط فيه أول حاجة كده الطحينة أو بما يعادل ثلاث معالق كبار من الطحينة الخام وطبعا طريقة عمل الطحينة أنا نزلتها من فترة على القناة وهو الفيديو اللي شغال في جنب الشاشة من تحت ده هحط لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف بتتعمل من غير إضافة أي نشويات دلوقتي بقى يلا بينا نكمل باقي المكونات التانية للتحلية أنا أحط كيس واحد من سكر استفيا لو عايزين تقطرها عن كده زي ما أنتوا عايزين بس أنا بالنسبة لي كيس واحد كفاية أوي كان مسكر كمان الكيس ده وزنه 2.5 جرام وهنضيف كمان بعد كده البيكينج باودر هنحط بمعيار المعلقة الصغيرة المعلقة القياسية الصغيرة يعني على طرف المعلقة كده تقريبا ربع معلقة صغيرة من البيكينج باودر لو عايزين تبدلوها بالبيكينج سودا حطوا رشة بسيطة اوي من البيكينج سودا عشان البيكينج سودا بتغير الطعم شوية لكن البيكينج باودر ما بيغيرش الطعم هنقلب بقى دلوقتي بالاسباتولا كده السكر الدايت مع الطحينة وكمان البيكينج باودر لغاية لما يختلطوا بالشكل ده وبعد كده هنضيف بقى دلوقتي المادة الجافة اللي احنا هنستعملها وهي مبشور جوز الهند حطيت دلوقتي نص كوب بالاكواب العيارية من مبشور جوز الهند الخشن الخشن يا جماعة مش النعم وهنقلبهم مع بعض بالشكل ده كده بالاسباتولا او بمضرب يدوي وبعد كده هنضيف بقى دلوقتي البيضة اهم حاجة في الوصفة ان احنا نستعمل بيضة صغيرة لان لو حطينا بيضة كبيرة اللي خليط هيبقى سائل معانا شوية لو حسيتوا ان الخليط سائل معاكوا يعني او حجم البيضة كان كبير زودوا شوية من مبشور جوز الهند كمان المهم ان انت توصلوا للقوام اللي هنشوفه دلوقتي بعد ما حطيت البيضة وبأكد تاني بيضة واحدة صغيرة هنضيف كمان دلوقتي رشة بسيطة كده من الفانيليا السائلة يعني تقريبا اقل من ربع معلقة صغيرة ده بس علشان نشيل الزفارة بتاعت البيضة وهنرجع تاني نقلب بالاسباتولا كده لغاية لما يختلطوا في الاول هتحسوا ان القوام سائل شوية لكن بعد كده المبشور جوز الهند بيمتص السوائل اللي موجودة معنا وبيدينا بقى دلوقتي عاجينا سهل ان احنا نشكلها بيكون معانا القوام زي ما هنشوف دلوقتي بقرر تاني لو البيضة اللي هتستعملوها كبيرة وحسيتوا ان الخليط سائل معاكوا شوية زودوا حبة من مبشور جوز الهند اهم حاجة ان انت توصلوا للقوام يكون معانا بالشكل ده عاجينا سهل ان احنا نشكلها انا هعمل الوصف المايكروويف فجبت بقى دلوقتي صنية كده اي صنية تدخل المايكروويف وحطيت ورقة زبدة علشان يبقى سهل ان احنا نطلع منها الكوكيز ودلوقتي بقى يلا بينا نشكل الكوكيز بيكون معانا القوام بالشكل ده علشان يتشكل معانا بسهولة فانا هحتاج لمادة دهنية او شوية ماية يعني المتاح عندك فجبت دلوقتي طبق وحطيت فيه تقريبا معلقة صغيرة من زيت جوز الهند ده علشان قبلي ايدي كده بزيت جوز الهند وابدأ اشكل العجينة ما تلزقش في ايديه لو مش عايزين تحطوا مادة دهنية يعني علشان تشكلوا بيها ممكن تجهزوا جنبكو كده طبق فيه معلقتين بس من المياه نبلي ايدينا بالمياه كده وناخد كمية من العجينة ونبدأ نشكلها بالطريقة دي كده او زي ما عملت تبلي ايديكم بمسحة من زيت جوز الهند او زيت نباتي او اي مادة دهنية علشان بس يبقى سهل ان احنا نشكلها وناخد قطعة تانية ونبدأ ان احنا نشكل الكوكز بالطريقة دي كده بالشكل ده خلاص كده بيكون جاهز معنا طبعا ممكن ان انتو تعملوا الحجم اصغر من كده زي ما انتو عايدين علشان نزين بقى دلوقتي الكوكز فانا حط على الوش كده شوية بسيط من اي مقصرات عندكم متاحة انا حط على الوش شوية بسيط كده من اللوز المجروش ونضغط عليها بالشكل ده كده علشان تدخل جوه الكوكز ويثبت عليها ما تقعش من عليه بعد السوا اه واحنا بنزين بقى الكوكز دلوقتي هقول لكم على طرق للتسوية انا هعمل الوصفة دي في المايكرويف علشان تكون سهلة وسريعة كده في دقيقتين بس بيكون جاهز معنا لو عايزين تدخلوها الفرن عادي ما فيش اي مشكلة تاخدوا اللصنية دي وتدخلوها الفرن على فرن سخت على درجة حرم 180 في الرف الاوسط من الفرن هتقعد بالضبط 10 دقايق وبعد كده هتحمروا الوش بتاعها لكن انا هسويها في المايكرويف علشان تبقى سهلة وسريعة هاخد بقى دلوقتي الصينية دي ودخلها المايكرويف وهنضبط بقى دلوقتي المايكرويف ده على 4 دقايق علشان يطلع معنا مقرمش هنضبطه على 4 دقايق لو انتوا عايزين ويبقى طاري خلوه بس دقيتين ونص لكن انا عايزها يكون مقرمش خالص خالص زي ما هنشوف دلوقتي فنصبط المايكرويف على 4 دقايق وبيكون معنا بقى بالشكل ده خدوا بالكوا الصينية بتكون سخنة جدا امسكوها بالراحة كده عشان ما تتلسعوش وبتكون بقى معنا الكوكس بالشكل الطحفة ده يلا بينا بقى دلوقتي ان احنا نقدمه ونشوف القوام بتاع قد ايه مقرمش وهش وطعمه بجد حلو قوي قوي ان شاء الله الوصف هتعجبكم بيكون معنا بقى جميل جدا كده شكله طبعا باين ان هو مقرمش جدا لو عايزين ان هو يكون طاري اثبط المايكرويف على دقيتين ونص لكن انا عايزها مقرمش فعملته على 4 دقايق وانا قدمته بطريقة بسيطة كده شايفين ما شاء الله جميل جدا مع كوباية قهوة كده بجد طعمه خطير وانا كتبت بقى دلوقتي المقادير اللي انا استعملتها في الوصفة والتزموا بالمقادير بالزبط عشان يطلع معاكو زي الفيديو كده هنشوف بقى دلوقتي واحدة كده من الكوكس شايفين ما شاء الله باين جدا ان هي مقرمشة ما هيش طرية وطعمها حلو قوي قوي وعلى قد ما هي مقرمشة ونشفة كده اللي ان هي اول ما نقطمها ونبدأ ان كلها كده بتدوب في البق طعمها حلو قوي قوي الوصفة سهلة واتعملها كتير جدا لان هي بمكونات بسيطة وكمان ما بتاخدش وقت دلوقتي بقى يلا بينا نقول السعرات الحرارية للوصفة بتاعتنا الكمية كلها السعرات بتاعتها تقريبا 600 سعر حراري يعني الكمية كلها 600 سعر حراري عملنا 7 من الكوكس بالحجم ده هتكون القطع الوحدة سعراتها هتكون القطع الوحدة سعراتها تقريبا 85 سعر حراري يعني ممكن ناكل واحدة او اتنين او تلاتة على حسب بقى سعراتك اليومية الوصفة سهلة ومكوناتها بسيطة وطعمها جميل جدا مناسبة لكل انواع الدايت والكيتو دايت واللقرب والمرضى السكري ولو عايزين وصفات تانية للكوكس السهلة وصالية التحضير بمقونات اقتصادية ومناسبة برضو لكل انواع الدايت فدي مجموعة من الصور لبعض الفيديوهات اللي نزلتها قريبا على القناة كلها وصفات سهلة واقتصادية وطعمها جميل جدا وكل الوصفات هتلاقوها محسوبة السعرات الحرارية اذا عجبكم الفيديو بتاع النهاردة ما تنسوش تعمله لايك وشير للفيديو وكمان ترفعوا الفيديو بتعلاقاتكم الحلوة وبالفهانة وعافية